من الوصايا كم سمعنا من الأحاديث كم سمعنا من الوعود كم سمعنا من الوعيد كم سمعنا من البشارة كم سمعنا من النظارة كم سمعنا من قصص الهلكة كم سمعنا من قصص الطالحين كم سمعنا من عاقبة الموحيدين من عاقبة المشركين كم وكم وكم لكن أين هي القلوب أين هي القلوب التي ترتج لسماع المواعظ أين هي هذه القلوب ما الذي يحييها ما الذي يحييها ألا تسأل نفسك لماذا قص قلبي وقلبك لماذا لا تسأل نفسك لماذا تقول لماذا تحجر الدمع في معاقية لماذا الأخس المارأ وبعضهم يبكي على حال الرجاء البضاوي والنتائج الهازلة التي بدأت تحققها بعضهم يبكي على هزمة الريال من غارمة تقليد البارصة بأربعة سفر يبكي ويدرف الدموع بعضهم يبكي على مشهد في فيلم أو في مسلسل يبكي ويتأثر لسيناريوهات أهلها يجنون من ورائها الأرباح وأنت تجني الخسارة والبوار ما هذا الحال الذي وصلنا إليه والله الذي لا إلى غيره من لم يغشع قلبه بالقرآن فليسأل ربه قلباً آخر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل على جبل لرأيته خرش عن متصدع أما قلوبنا تسمع المواعد والزواجر والخطب والآيات والأحاديث ولا تهتس ولا تتأثر إنه الران إنه الوهن إنه حب الدنيا إنه تعبق بالمادة والماديات ترجمة نانسي قنقر